السلام عليكم و احضر الله و بركاته الله و بصلا و بارك على سيدنا و حمد و صحبه وسلم اليوم رجعنا مع بعض بإزدال خروج بطريقة سهلة و بسيطة قوي قوي اول شيء خالص سأقولها في الإزدال و هذا اللي سنقولها على طول في كل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله و اللي ستبقى ثابتة معي ما هي مريم السابت ده بقى؟ ان احنا نعرف كمية القماش و كمان هنعرف التصميم ده هياخد انهي نوع قماش اللي هينفع معاه وهيبقى انهي نوع يلي اكتر عليه و ده طبعا مع زوجك انت هتقدر تختلف ده او ده او ده تمام كده؟ طيب اول حاجة خالص هي كمية القماش اول حاجة كمية القماش دي يا جماعة محسوبة ما بين عشرين سنة لحد خمسين سنة وتختلف بصوه حطه تحت كزمة تختلف ديمة خط تختلف مع حجم الجسم تختلف كمية القماش مع حجم الجسم بتاعنا يعني ممكن واحدة عندها تلاتين سنة بس مليانة جدا ممكن تاخد مسافة خمسين و ممكن واحدة خمسين تبقى رفايع جدا تاخد مسافة عشرين فده احنا لازم نتفق عليه طيب الازدال ايه اللي بي نحدده عشان خاطر القصة بتاعته و عشان خاطر كمان الكسارات الموجودة فيه طيب دلوقتي هو فيه كسارات وفيه كمان قصة يبقى هو هياخد قد ايه من قد ايه من قد ايه من اول عشرين سنة هياخد ما بين اربعة متر قماش عشان فيه كسارات طيب و احنا طالعين بقى كده هيبقى ستة متر قماش من اربعة لستة متر بتقل المسافة و بتزيد مع حجم الجسم تمام كده حجم الجسم اللي بتحكم في الازدال كله هو اللي بيتحكم كمان في كميت القماش الموجودة معنا طيب دلوقتي هنقول كل انواع القماش المفروضة نستخدم بها الإزدال بس بصورة سهلة بسيط اهم حاجة و اهوال حاجة لازم نعملها نصال لها سيدنا النبي لان من صاله عليها مرة صالات على عشرة من صالات على مية و من صالة عليها امية صالات عليها اللف صالة عليها اللف حر مجسده من النار اللهم صالوا لها السلام عليك على سيدنا الحمدن وعليكم صحبه وسلم يلا بينا نعمل بقيت القماش بقوا ونقول واحدة واحدة كده القماش وهقوله لكم بصورة سهلة وبسيطة يلا بينا بصوا يا جماعة دلوقتي اول حاجة لازم نجيبها ورق وقلم ونكتب انواع القماش اول نوع الحرير وهو فاخر جدا ورقيق ويعطي مظهر للازدال جميل جدا جدا وينفع معاك في كل المناسبات وكمان الافراح الحرير كويس جدا للازدال طيب وبعد كده الشيفون الشيفون برضو رقيق جدا وشفاف وحلو جدا في وقت الصيف انا كتبهم في كتابة ورقة شهر هم ايه اربع انواع بالزبط طيب وبعد الشيفون يا جماعة عندنا كمان الكرب وهو قماش متين جدا ويتميز بطبيعته المناسبة ويمكن استخدامه في كل المناسبات وبعد ان خالص القطن والقطن ده بقى ينفع شتوي وكمان صيفي وده نوع جميل جدا جدا وجمان تقدر ان انت تستخدميه في كل المناسبات وفي كل يعني كل يوم كده تقدر تلبسي الازدال دول اتقال الاربع انواع عندنا يلا بينا نعمل بقى الازدال بصورة سهلة وبسيطة اوي تاني يا جماعة مع بعض وهنعمل ازدال بصورة سهلة وبسيطة اوي بالنسبة للبطرون الاساسي هتلاقي تحت في صندوق الوصف بصورة جميلة اهم حاجة لايكوا تعليقوا الاشتراكوا يلا بينا نبدأ بص بقى دلوقتي البطرون الاساسي اهو معايا تمام كده مفوش اي حاجة خالص ولا اي تعديلات هنبدأ نعمل تعديل واحد بس وهو ان هنجي من عند النص بتاع اللي منصف الامام والخلف وهنبدأ ان احنا نطلع مسافة تلاتة سنتي بالشكل ده وهنبدأ ان احنا نوصل البطرون الاساسي بتاعنا كده بالشكل ده تمام اي شايفة ازاي طيب دي طريقة طيب ممكن يا بريم ان انا خليها تبقى نزلة وتبقى جاية زي التقى السبع بالزبط او ممكن طبعا يبقى هننزل تلاتة سنتي وهنوصل المسافة دي بدي بالشكل ده شايفة ازاي دي طريقة ودي طريقة بس انا هستخدم دي عشان دي اللي شبه هالزال بتاعنا قوي لحظة واحدة اي دي هو كده وهنبدأ ان احنا نشيل حردة الرقبة الخلفية وهبدأ ان انا افصل الامام عن الخلف واللي هعمله في الامام هعمله في الخلف بنفس الصورة ما عادة حردة الرقبة زي ما متعودين طبعا اهي ودي يا جماعة البداية بتاعت الازدال بتاعنا طب يا مريم احنا عايزين يكون فيه اكتر من كده اكتر من كده اكتر من كده يعني ايه يعني سنتي وهنبدأ ان احنا نضغط على المسافة دي ونروح جايبنها كده بالشكل ده عشان نخليه جاي مقرر السبعة بالزبط جاي السبعة بتاعتنا بالزبط مفوش اي فرق خالص ولا اي حاجة اي دي يا جماعة السبعة بتاعته بالزبط تمام كده؟ طيب وبعدين هبدأ اجيب القطعة دي وهبدأ ان انا اعملها قصرات بصورة سهلة وبسيطة اخي لحظة واحدة وهبدأ ان انا اعملها كده قصرات بالشكل ده طبعا ده السبب اللي خلاني اقولك كمية القماش ايه قد ايه في القصرات اهو ان شاء الله في اي تصميم تاني برده هنقول كمية القماش بتبقى قد ايه فاي تصميم هنعمله على القناة اهم حاجة تشجعيني باللايك والتعليق والاشتراك لو اول مرة تشوفيني واول مرة تعرفيني على فكرة الزلده اعملته قبل كده انا بس احبيت اعيده المراضي او اعمله تاني مراضي اولا لان الطلب مني ثانيا لانه الطلب مني بمنتهى التفاصيل يعني اللي هو تاخد كمية قماش قد ايه تاخد مسافة مسلا اه طول قد ايه كل الادوات دي تاخد مني بردك نوعية القماش فكل ده حبيت ان انا اشرحه ما يبقاش لحد واحد بس لا ده تبقى كده حد على القناة تمام طبعا هنا عملت التصميم بتاعي على طوله يعني ملعبتش في طوله خالص اهو ادي طوله اهو وعلى طوله كده اهو شايفه ازاي وهبدأ بردك ان انا اجي من هنا هروح على طوله ليه بقى على طوله لان انا اصلا كده كده هحتاج الطول هحتاج الايه هحتاج الطول اهي بالشكل ده تمام استنيني بس وادي يا جماعة شكل الازدال في الاخر خالص لاحظ واحدة مرهولك بقى بصوا يا جماعة ده شكل الازدال في الاخر خالص اتعمل بصورة سهلة وبسيطة اوي كل اللي عليك بس اللايك الجميل والتعليل ليجمال الاشتراك في القناة ادي شكل الازدال يا جماعة هو بصوص عمل ازاي بصورة سهلة وبسيطة اوي اهم حج اللايك والتعليل والاشتراك والصلاة على سيدنا النبي اللهم صلى الله عليه وسلم في أمان يا لابا سحية تعليم الخياطة وعمالي محمد يا ربكم الفكرة سهلة وبسيطة وعجبتك